هذه الراحة أولا أحبا إنها راحة الخلاص يعني هذا الخلاص ليس لأي استحقاق فينا ولا تكتسب ولا تأخذ بالاستحقاق إنه عمل إلهي كامل تعالوا إلي مثل ما أنت ما عندكش إشي تيجي للرب فيه لأنه شو بدك تيجي للرب بقلبك القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه فأنت تعطيك راحة الخلاص ثم أحبائي راحة الضمير كم من الناس اللي ضميرها متعب ومثقل لسبب أمور عديدة في هذه الحياة إذا دفع المسيح الثمن عنا فهو اللي وأنا أؤمن بما فعله يسوع المسيح فهي دعوة للخلاص لأنه المسيح أكمل خلاص وفي نفس الوقت إنها راحة الضمير هي دعوة أيضا مش بس دعوة للخلاص بقول تعلموا مني احملوا نيري عليكم حمل يعني فيه خدمة فيه عمل شيء من بعد ما بتاخد الراحة من خلال نعمة الله فيه خدمة دعوة للخدمة بقول احملوا نيري لأنه نيري هين غير عن نير الفرسيين غير عن نير التقاليد البالي أو النير اللي كان يحطوا أعباء أحمال على كاهل الناس ومش عاوزين يحركوها في إصبعهم وهنا المسيح حباقي بتكلم لفئات عديدة من المتدينين وبيتكلم لناس في أيامه تعبت بصراحة تحت الاحتلال الروماني ضغطات سياسية النير الروماني ضرائب باهزة جدا الحركة ممكن يجي أي جندي روماني يسخرك ويعمل ما يريد أو يفعل ما يشاء ما في محاسبة عليه لأنه هو جندي حر وانت تعتبر عبد تحت نير الرومان والأغرب من هذا مش بس نير الرومان نير التقاليد البالية يعني المتدينين حطوا تقاليد كتير على الناس ونير الشريعة والنموس ينبغي ولازم 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 فالناس تعبت الناس اللي هتصل ل الله بدأت تتمتع براحة مع الرب بعلاقة حاسة أن الله بعيد عنهم وأنه عشان يصلوا ل الله يعني بدوا يعمل يمكن هاي بس للغنية اللي عندهم إمكانيات فلوس ودهب وممكن يعطوا يعملوا كل شيء حتى هذا غير يعني قابل لكن هون الخدمة على أساس أنه أنا خلاص بحب الرب واكتسبت من الرب إخوتي وأخواتي إنها دعوة للخلاص دعوة للخدمة دعوة للحرية الكاملة من خلال يسوع المسيح احملوا نيري هم يتكلم عن الخضوع لمشيئة الرب والتسليم الكامل تسليم حياتنا لقيادة الرب نعترف في يسوع أنه هو المعلم تعلموا مني لأني وديع ومتواضع ثم أحبائي هو مثالنا لأن نيري هين وحملي خفيف عارفين أحبائي بقول أنا وديع ومتواضع هو مثالنا في كل شيء مجرد أنك تنظر إلى يسوع المسيح بيعطيك الراحة وبيعطيك طبعا تكتشف سر السلام الحقيقي سر الانتصار الحقيقي من خلال قبول نير المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر